ترتبط مصر وسلطنة عمان بعلاقات سياسية قوية قائمة على التشاور والتنصيق المستمر بينهما في مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وتتطور العلاقات بين القاهرة ومسقط يوما بعد يوم وسط تنصيق مشترك بين زعيمي البلدين تجاه تطورات عدد من الملافات الإقليمية المختلفة محل الاهدمام المشترك وزيارات رفيعة المستوى علاقات وطيدة لا تتأثر بأي تحول سياسي إقليمي أو دولي تلك هي العلاقات المصرية العمانية والتي توصف بالنموذجية منذ قرون ترتبط مصر وسلطنة عمان بعلاقات سياسية قوية فهناك تشاور وتنصيق مستمر بينهما في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية القيادة العمانية دائما ما تقدر على جميع المستويات الدور الذي تلعبه مصر في حل الصراعات والنزاعات في المنطقة من أدل شعوبها كما يتم التنصيق بين البلدين في كافة القضايا السياسية المطروحة في المحافل الدولية علاقات وطيدة تزداد يوما بعد يوم وسط تنصيق مشترك بين زعيمي البلدين تجاه تطورات عدد من الملفات الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك وزيارات رفيعة المستوى لوفود متبادلة من القاهرة وفي الرابع من فبراير من عام 2018 قبل رئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة لعمان استقبله خلالها السلطان قابوس بن سعيد وأكبار المسؤولين في السلطنة زيارة تعد هي أول زيارة لرئيس السيسي للسلطنة عقب توليه مهام منصبه حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ومن أبرز المناورات العسكرية بين البلدين كان اختتام فعاليات التدريب المشترك طويق 2 في 19 يونيو عام 2021 والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بقاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية وفي 16 إبريل عام 2018 جاء انطلاق مناورة درع الخليج والتي أقيمت في السعودية وتعد أضخم التدريبات العسكرية في المنطقة على الإطلاق حيث اشتركت فيها 25 دولة كان من بينها مصر وعمان هذا وتستمد العلاقات المصرية العمانية العسكرية قوتها من البعد التاريخي وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتشعبها على مختلف الأصعدة إذ تقدم العلاقات بين مصر وسلطنة عمان دوماً وفي مختلف المراحل والظروف نموذجاً طيباً ورفيعاً للعلاقات بين الأشقاء وما ترتكز عليه من تقدير واحترام متبادل ومن ثقة ووضوح وحرص على كل ما يغدم السلام والاستقرار في المنطقة اشتركوا في القناة